بأسلاك شائكة وحراسة مشددة تستقبل المجر اللاجئين ومعظمهم سوريون بل ذهبت بودابست في إجراءاتها الأمنية إلى حد إعلان استعدادها نشر قوات على حدودها مع سربيا لمنع اللاجئين من عبور الحدود وحسب بيانات للشرطة المجرية فإن عددا قياسيا من اللاجئين يقدر ب3321 شخصا احتجز الأربعاء وهو أكبر عدد تحتجزه المجر في يوم واحد هذا العام بيد أن تلك المعاملة لم تحل دون تدفق اللاجئين الهائمين على خطوط سكك الحديد باتجاه المجر ومنها إلى النمسا وألمانيا سيرا على الأقدام في ظروف قاسية وأمطار غزيرة وأقر البرلمان الأوروبي الخميس الإجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لاستقبال 160 ألف طالب لجوء سيتم نقلهم من اليونان والمجر وإيطاليا بالإضافة إلى آلية توزيع دائمة وملزمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل وكان يونكر قد وجه مناشدة من أجل عدالة تاريخية مذكرا أبناء أوروبا الشرقية بماضيهم حينما واجهوا استقبالا متفاوتا في الترحيب عندما كانوا لاجئين ومع عدم انكسار حدة العنف في سوريا التي لجع أربعة ملايين من مواطنيها إلى الدول المجاورة فإن أزمة اللاجئين والطريقة التي تعاملت بها الدول الأوروبية نال اهتماما عالميا فقد وجهت 13 صحيفة أوروبية بينها لبراسيون الفرنسية وذي اندبندنت البريطانية نداء إلى قادة الاتحاد الأوروبي للتحرك لمساعدة اللاجئين معتبرة أنه على مر الأشهر قامت أوروبا بالقليل وبشكل متأخر للغاية وتمارع دول بوسط أوروبا وشرقها استقبال اللاجئين أو حتى مرورهم على أراضيها باعتمادها سياسة غلق الأبواب خلافا لما دابت عليه دول بغرب القارة وشمالها وفي هذا الإطار تتوقع المجر التي يعتبر قانونها كلما يؤوي مهاجرا على أنه مهرب للبشر تتوقع أن تنتهي في بداية الشهر المقبل من بناء سياج يبلغ ارتفاعه أكثر من ثلاثة أمتار ويمتد مائة وخمسة وسبعين كيلو مترا على طول الحدود مع سربيا ترجمة نانسي قنقر